أي متى منحط أن للأسماء باللغة الألمانية يلي هي اسمها أنديكليناتسيون يعني في أسماء باللغة الألمانية من زد لأن في الآخر هون رح ناخد الدرس الثاني من أهم القواعد لللغة الألمانية لمستوى البي آنس فتبعوني للآخر شتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه وخلينا نبلغ لدينا أول شيء مثل ما عرفنا ثلاث حالة إعرابية اللي هي نومنتيف، الرفع، عكوزاتي في النصف، والدعتي في الشر طبعاً هذا الشيء ما بينطبق إلا على المسكولين والبلوغال يعني على المذكر المسكولين والبلوغال يعني الجانو نحن نقينا أول شيء الاسم المسكولين والبلوغال طيب هذا الاسم شو منتهي بـ A فالاسماء اللي بتنتهي بـ A هو بقى هنه بس بينطبق عليهم هيد القاعدة بالإضافة للي انتهوا بـ أول شي قلنا A بـ أنت أنت وبالإضافة للأوسنامي يعني للأوسنامي استثناءات لأن يامت المنش مثل نخبه 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 فخلينا نبدأ نطبق القاعدة أول شيء بحالة النومنتيف يعني بالبشتمتة والإنبشتمتاتك طبعاً منعرف أنه بحالة النومنتيف بحالة النومنتيف ما بيكون في أن للكوليجي يعني ما نقول لا بالأكوزاتيف الديع بتصير دين صح الديع بتصير دين والأين بتصير عيناً حسناً حسناً هون شو بدنا نحط أن يعني بتصير دين كوليجن دين كوليجن ما بقول دين كوليجن دين كوليجن لأنه هو من ضمن الأسماء اللي بتنتهي بـ A وبحالة وهو مذكر ففيك أنت تطبق قعدة الـ End Declination من كثة بحالة الداتيب دين بتصير دين دين والأين والأين والأينم أينم دين وأينم طبعاً الكوليجن كمان شو بدنا نحط لها بالآخر أن دين وده أينم كوليجن كلينا نجيود ona لنا دين القوبى القوبى طبعاً القوبى القوبى التي操 Studium او خ philosophize اي qui دين لكن يهتم معنداً إن的 وحدث لأن دين مجمPUkk لأن إضافية هى مجمPUkk مجمPUkk بحالة بلوغال بتصير دي يعني بتضل دي وكوليغن كمان دي كوليغن هون اكيد ما فيه بشتمطة ومشتمطاتيك وبالبعطي بالدي بتصير دين دين كوليغن دين كوليغن دين كوليغن فهنا ننتبه بين هاي دين كوليغن الاخوزاتيف و هاي دين كوليغن بحالة بلوغال و هون ماسكولين اكوزاتيف هون لازم ننتبه كثير منه فهاي هي كانت ارقادة الانديكلنازيون إذا كان فيها شي مش مفهوم وصعب قدوب التعليقات فهيلي مدانك فو ايغا افمكزمكايد تشوز